صباح و أهلا وسهلا على الكنال، اليوم نتحدث عن التليفون الجديد الذي أعلنت عنه شركة شاومي الريد مي نوت 9T أعلنت عنه اليوم الصبح في عنا الـ Dimensity 800U في عنا شاشة كبيرة، بطارية كبيرة، عنا سماعات ستيريو موجودين على كتير مميزات حلوة بسعر كتير منيح يلا، أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس الذين عملوا اشتراك على الكنال بقص، دعونا ما نضيع وقت، دعونا نتحدث عن كل الأشياء اللي حلوة فيه لهذا التليفون من شاومي هذا الريد مي نوت 9T اعملوا لايك و سجلوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلكون فيديوهات جديدة الغراض اللي بتجيب قلب العلبي لدينا الشاجر 22.5 واط لدينا شريط يجي من الـ USB-A إلى USB-C وغير هكي بيعطونا غطاء كمان سي تروي نقدر نستعمله على التليفون حتى نحميه لما نستعمله برا هذا هو التليفون الريد مي نوت 9T لدينا عقون لونين، لدينا رصاصة وعننا الموب الموجود هنا وفي موديل ثاني كمان نزلوه مسميينه Redmi 9T ليس النوت، نزلوه بنفس الوقت عن السعر طبعا لهذا مثل ما خبرتهم قبل شيء 229 على الـ 64 موديل موجود فيه وعنهم موديل ثاني بيكون أعلى شوية يكون 428 الشغل اللي لازم كمان نعرفه أنه فيه فرق شوية بين الموديل الموجود عليه للتليفون اللي شعره صغير الـ 64-64 على الـ UFS 2.1 والـ 428 على الـ UFS 2.2 شوية أسرع وكمان عنا زيادة على المماري اللي موجود عليه للتليفون الكاميرات الموجودة ورا هون الأساسية 48 الثاني سيكون بس 2 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل بسموه depth sensor وهذا 48 والبائي بيكون واحد بس للي عمل بوكي والثاني بيعمل ماكرو للصور عليها عنا 5000 بطارية الميلا أمبير موجودة في قلبه فيها هون وفينا نشرجها بالشرجر الموجودة في قلب العلبي هيدا هيكون 22.5 واط بس التليفون بيأخذ 18.5 سو أقوى شوية منه للتليفون الـ fingerprint sensor موجود هون على اليمين تحت الـ power button وعنا الـ volume rocker على الشمال فينا نحط اثنين sim card و memory card وعنا الميكروفون وعنا أيضا الـ IR blaster يمكننا أن نسيطر على التليفزيونات فيه وعنا الـ USB-C تحت مع الميكروفون والـ headphone jack وغير هكي كمان السماعة موجودة تحت والسماعة الموجودة فوق تعطينا ستيريو سبيكر عليه للتليفون الشغل الثاني كمان ملاحظ عليها بسبب موجود على الـ MIUI 12 يمكننا نعمل الـ live wallpaper كما تشاهدون هون مع الـ Dragon Ball الـ fingerprint مش كثير منيح وهذا على الـ MIUI 12 دعنا نفرح لكم موجود كما تشاهدون هون مع الـ MIUI 12 موجود على الـ Global Edition هذا الـ Redmi Note 9T الـ 128 موجود على الـ Android 10 بعد ما وصلنا الـ Android 11 وغير هكي كما تشاهدون هون معنا الحاسوب الـ MediaTek 800U 7nm تستطيع تعمل octa-core processor لدينا 4 GB على الـ RAM و 128 موجودة الـ Security Patch Up موجودة هنا لـ November 1 على التليفون كل المميزات العادية التي نشاهدها بالـ MIUI الـ Customizations على الـ Lock Screen كما تشاهدون الفيديو موجود هناك الـ Notification الـ Home Screen الـ Wallpaper الـ Thames كلهم الـ Fingerprint سنسور موجود هنا الـ Privacy Protection البطارية أيضا الـ Ultra Battery Saver موجودة هنا يمكننا أن نشارجها ونستعملها لدينا أطول الـ Digital Well-Being الـ Special Features يمكننا أن نسيطر عليها على الـ Game Turbo بقلبه هنا نستطيع أن نرى كل التطبيقات الموجودة على التليفون أيضا منزل الـ Call of Duty PUBG Mobile أيضا كم واحدة هناك كانوا منزلينها بقلب العلبة غير هذا هناك فيديو Toolbox هذا تساعدنا نستطيع أن نستعمله عندما نفتح الـ Google Play Store يمكننا أن نزلها من فوق من هنا يمكننا أن نقبسها الـ Floating Window يمكننا أن نستعملها لأن نستطيع أن نستعملها إذا نستعملها بالـ Window نستطيع أن نستعملها وغير هذا نستطيع أن نستعملها 100% يمكننا أن نستعملها من هنا الـ FM راديو موجود هنا يعمل لنجرب نضع سماعة موجودة بالـ 3.5mm هاتفون جاك حتى تقدر تلقى الإرسال إلى الراديو والـ Remote كما أخبرتكم يمكننا أن نسيطرها أنا مضبطها على التلفزيون السامسون بالمكتب فقط ثلاثة ربعا تعمل كما رأيتها من قبل نسحب من فوق نرى كل التطبيقات الموجودة لدينا الـ Search button موجود من تحت نستعمله يمكنكم أن تنزل اللغة العربية أيضا ونبدأ كما أخبرتكم الأساسية الموجودة يمكننا أن نصور فيها نعمل عليها صور كثير منيحة بالـ AI حتى تضبط الصور وتطلع لنا الألوان الحلوة يمكننا أيضا نعمل HDR وإذا نستعمل الكاميرا على السنسور بالكامل من غير ما يعمل نستعمل 48MP لكن تكون تحت على المور تستطيع أن ترى كيفية الصور مجرد أن نقول على الفيديو من لاحظ أن لدينا شغلتين الفيديو الكاميرا الموجودة تستطيع أن تعطينا 4K 30fps عندما نقوم بالكاميرا الموجودة تستطيع أن تعطينا 1080p 30fps هذا الشيء يجب أن نعرفها لدينا أيضا كاميرا الموجودة وكاميرا الموجودة ثم يمكننا أن نستعمل كما تشاهدون هنا سأعطيكم مصدرة عن الكاميرا الأساسية الموجودة والورانية بالفيديو على المكسيمم نستطيع أن نقوم بالكاميرا الموجودة نستطيع أن نصل على 1080p 30fps ويمكننا أيضا 720p هذه الشيء منيحة خاصة حتى ترى كيف الصوت والصورة يأتي من هنا التليفون دعونا نقوم بالكاميرا الموجودة حتى نصل لحديد 4K على هذه الكاميرا الموجودة عندما نقرب لبرة نستطيع أن نستعمل العمزة الأساسية 48MP وهذه تعطينا 4K 30fps خاصة مع الحاسوب الذي يأتي من MediaTek Demensity 800U قلوا لي ما رأيكم فيه هل الصوت والصورة يعجبكم أم هل الصوت والصورة يأتي أحسن دائما دائما نريد أيضا تجربة على السماعات الموجودين هنا مثل ما قلت لكم استيريو من تحت لفوق هذه الغنية اسمها Alex Crindo Jumbo NCS Release دعونا نضبطها هنا على الخمسة هي أربعة وقتين هل نبدأ شكرا مثل ما نرى هنا أن الصوت يظهر كثير منيح لا سيكون كثير عالي ولكن على القليل إذا نستعمله لمكلمات أو نسمع الموسيقى والفيديوهات على الشاشة الكبيرة 6.53 انش سيكون كثير منيحة وهذه Full HD الموجودة هنا الثانية آخر نتحدث على الجامع مثل ما أخبرتكم أنا منزل PUBG والCall of Duty دعونا نفكركم أيضا اللعب عليها هذا التليفون مع لحاسوب جديد من ميدياتك خاصة دعونا نادي ننزل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن أول شيء تكون تعرفون أن شاومي يعملون Early Bird هذا يعني أنه يبدو أن يبيعوا التليفون بأول ما يبدو أن ينزلونه بسعر أرخص قليلاً السعر الأساسي سيكون 230 على الأربعة و 74 ولكن الآن سيكون 129 يورو الثاني 270 يورو عندما يكون على السعر العادي على 428 و عندما بالسعر Early Bird العامينه 250 يورو سعره لهذا التليفون كثير منه حتى إذا تجيبه بالسعر العادي أو إذا تجيبه بالسائل الذي موجود عليه الآن السلد الذي يعمل عليه خبرتين بعد استعماله لهذا التليفون بعد كم يوم صراحة الشاشة كثير منيحة البطارية طويلة بالضايا المدة طويلة الحاسوب لا يجب أن يأكل كثير من البطارية بالضايا منيح غير هكي الشارجور الموجودة عندنا 18.5 واط يقدر يشارج البطارية منيحة عندنا سماعات 3.5 هادفون جاك عندنا شاشة كبيرة بطارية كبيرة عندنا ستيريو سبيكر عندنا كثير شغلات نستمتع فيها لهذا التليفون خاصة بالسعر البجت اللي هو عم يعمل فيه من شركة جاومي شكرا جزيلا للشركة شاومي لأنه قدرت أن يعطوني التليفون الرجي خبرتي هلا خبروني تحت قولوا لي شو رأيكم فيه للرادمي نوت 9T هل هيدا التليفون تحبوا تشوفوه هل انتعملوا عليه أبغراد عليه يا أما أنتو بتحبوا تليفوني تغير أنواع تاني مثل المي 11 منهم للشاومي يلا في 2021 سيكون أول تليفون من شاومي للجلوبال ماركت وإن شاء الله منشوف منهم بقى تليفونيات زيادة خاصة المي 11 والمي 11 برو إن شاء الله لما يعلنوا عنهم